اذا كيف يبدو العالم من حولنا ساركيس نزار محلل الاسواق العالمية في ايكويت جروب معنا في هذه الاثاء لنتحدث في كثير من الموضوعات اهلا بك ساركيس ولعل موضوع التضخم يبقى هو واحد من المواضيع والهوايس التي تؤرق مضاجع العالم اليوم الانظار تتجي صوب بيانات التضخم الامريكية وعندما نقول بيانات التضخم الامريكية فاننا نعني ما نقول اكبر اقتصاد في العالم وتحركات الورقة القضراء ليست امريكا وحدها هي التي تنتظر هذه البيانات كل الاسواق ماذا تتوقعون نهاركم سعيد بالفعل التضخم هي الكلمة التي اصبحت تؤرق كل العالم بعد ان شهدنا ارتفاعات هائلة انصح التعبير في معدلات التضخم عامل عالميا شملت اغلب الدول وكل الدول العظمى في العالم هذا اليوم نحن في انتظار بيانات مؤشر اسعار المستهلكين من الولايات المتحدة الامريكية وهي بيانات مرتبطة بالتضخم رغم ان الاحتياط الفدرال الامريكي لا يتخذ هذه البيانات كمعيار من اجل اتخاذ سياساته النقدية بل يعتمد على مؤشر الكور بي سي اي الا ان بيانات مؤشر اسعار المستهلكين تعتبر ايضا مؤشر مهم بالنسبة لحقيقة معدلات التضخم التوقعات هي ان نشهد ارتفاع في معدل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية من 8.6 الى 8.8 بل ان هناك بعض الاراء التي تشير الا اننا قد نشهد اعلى من هذه الارقام ارتفاع معدلات التضخم دلالة مؤكدة بان الاقتصاد الامريكي يعاني من حالة شبيهة من الركود التضخمي قد تنعكس على العالم اجمع لو نظرنا الى منطقة اليورو ايضا التضخم وصل الى 8.6 في المملكة المتحدة اكثر من 9 فالبيانات الاقتصادية هذا اليوم تتابعها الاسواق المالية جميعها في العالم وقد لاحظنا تأثر اسواق الاسهم في اسيا وفي اوروبا ايضا في طبيعة الانتظار لهذه البيانات الاقتصادية لانها قد تعطي تلميحات عن توجه البنك الاحتياطي لفدرال الامريكي ليس فقط في اجتماعه المقبل بل في اجتماعاته القادمة على مدى هذه السنة من المرجح ان يرفع الاحتياط الفدرال الامريكي الفائدة بـ 75 نقطة اساس مع اقترابنا من نهاية هذا الشهر لكن التساؤلات ستبقى ماذا سيفعل الفدرال الامريكي في اجتماع شهر سبتمبر وايضا الاجتماعات اللاحقة حتى الرابع عشر من ديسمبر المقبل التوقعات حاليا تشير الى ان الفدرال الامريكي قد يرفع الفائدة الى مستويات قد تصل الى 3.5% لكن اذا بقيت التضخمات على ارتفاعات كبيرة جدا وتفوق التوقعات ربما سنشهد تغير في هذه التوقعات مما قد يؤثر على النظر المستقبلية ليس فقط بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الامريكية بل على الاقتصاد الدولي معامة تأخذين بعين الاعتبار حجم الاقتصاد الامريكي هو الاكبر في العالم وهذا ما يجعل اهمية كبيرة للبيانات الاقتصادية هذا اليوم نعم بما اننا نتحدث اليوم عن ارتفاع الدولار اللي وصل لاعلى مستوياته في 20 عام ما مدى انعكاس هذا الامر على نتائج الشركات الامريكية في هذا التوقع الآن بالنسبة لارتفاع الدولار الامريكي له العديد من التأثيرات يجب ان نأخذ بعين الاعتبار السرعة الكبيرة التي ارتفع فيها الدولار الامريكي الارتفاع في الدولار الامريكي قد يكون سبب للتأثير على مدى قصير بايجابية بسبب ان ارتفاع الدولار قد يقلص من تكاليف الواردات الامريكية لكن على المدى الابعد قليلا الارتفاع الكبير في الدولار له تأثيرات سلبية ان كانت على الميزان التجاري ان كانت ايضا على النمو الاقتصادي وبالتالي ايضا على الشركات الامريكية الشركات الامريكية تحتاج الان ميزة تنافسية اذا اخذنا الان ارتفاع الدولار كواحد من المتغيرات التي قد تكون ضمن الاشياء التي قد تشهدها الشركات كمتغيرات اساسية في المستقبل في ارتفاع الدولار الامريكي قد يقلص الميزة التنافسية للشركات الامريكية واستمرار ارتفاع الدولار بشكل متسارع قد ينعكس بالسلب على اجمال الشركات الامريكية هذا اذا استمر ارتفاع الدولار بشكل متواصل وشكل سريع صحيح سركيز يعني تعادل الدولار واليرو هذه مباراة مهمة نتيجة تابعها العالم على كلين تعالنا نتحدث عن الورقة الخضراء تأثيراتها على الطاقة على النفط يبدو انها بدأت تتضح بشكل كبير والذهب على وجه الخصوص سركيز الان بالنسبة لارتفاع الدولار الامريكي هناك اثر شبه مباشر على اسعار الطاقة واسعار النفط نحن نعلم بان اسعار الطاقة مسعر على الاغلب عالميا بالدولار الامريكي وعندما يرتفع الدولار الامريكي فهذا يساعد بالتقليل نوعا ما من الارتفاعات التي تشهدها اسعار الطاقة والتي منها اسعار النفط لكن يجب ان نأخذ ايضا حقائق اخرى الى جانب سعر صرف الدولار مقابل سلة العملات عندما نتحدث عن اسعار الطاقة وتحديد النفط قوة الطلب والارض والتوقعات المستقبلية لقوة الطلب والارض هي المؤثر الاساسي في اسعار الطاقة وحاليا نشهد هناك بعض التوتر تجاه احتمالية ركود اقتصادي عالمي هذا الركود الاقتصادي العالمي ربما سيكون سبب لانخفاض الطلب العالمي على النفط وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل اسعار النفط تنخفض خلال الفترة الماضية اما اذا اخذنا الذهب كمتغير اخر فاسعار الذهب المقيمة بالدولار الامريكي بالفعل تشهد ضغط كبير جراء الارتفاع الذي استطيع ان اصب بانه هائل في الدولار مقابل سلة العملات فالان المتداولون والعديد من الجهات عندما يبحثون عن الملاذات الامنة قد يختارون الدولار الامريكي بسبب تعرض اسعار الذهب لضغط كبير جراء ارتفاع الدولار وايضا مؤثرات اخرى باسعار الذهب وهي احتمالات رفع الفائدة ليس بق فقط بالفدرال الامريكي بل العديد من البنوك المركزية التي كان اخرها هذا اليوم الذي صدر قرار بنك الاحتياطي النيوزلندي الذي رفع الفائدة من 2% الى 2.5 واليوم ايضا ننتظر قرار ايضا بنك كندا المركزي الذي من المتوقع ان يرفع الفائدة رفع الفائدة مضر باسعار الذهب ارتفاع الدولار يضغط ايضا على اسعار الذهب وبتحييض الظروف الاقتصادية والاساسية الاخرى طالما بقيت دولار قوي طالما بقيت هناك التوقعات برفع الفائدة فربما ستستمر الضغوط الهابطة على اسعار الذهب نعم ساركيس نيزار محلل الاسواق العالمية في مجموعة ايكويتي جروب شكرا لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة